أعزائي الطلاب بعد أن بينا مفهوم القضاء والقدر ومراتب القضاء والقدر والأدلات على هذه المراتب يطيب لنا الآن أن نقف على منهج أهل السنة والجماعة في المقصود بالإرادة وأفعال العباد أهل السنة والجماعة لهم في مسألة أفعال العباد تفسير يكمن في هاتين النقطتين الأولى أن الله تبارك وتعالى قد خلق أفعال العباد فما يقع من عباد الله إنما هو بخلق هذه الأعمال لله عز وجل أي خلق أدواتها وخلق قدرة للعباد كي يقوموا بهذه الأفعال إن أفعال العباد وأوصافهم لا تخرج عن كونها مخلوقة لله الواحد القهار فإن الله قد خلق هذه الأشياء حيث إنه سبحانه قد علم ما سيخلقه من عباده وعلم ما هم فاعلون وكاتب ذلك كله في اللوح المحفوظ وخلقهم كما شاء ومضى قضاء الله تبارك وتعالى وقدره فيهم انظر العلم قد سبق وعلم الله بما سيفعله العباد قد سبق وكتابة الله لهذا العلم قد سبق في اللوح المحفوظ ثم إن الله قد أبرم هذا الشيء وأوجده سبحانه ونفذه في ملكه رحمة بعباده وحبا لهم هذا هو الجانب الأول من مذهب أهل السنة الجماعة فيقولون إن أفعال العباد إنما هي مخلوقة لله تبارك وتعالى أيضا الدليل على ذلك قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكلمة شيء تدل على أن الله قد خلق الأشياء والعباد شيء والأفعال شيء فالله قد خلق الجميع وأيضا قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون خلقكم هذا نص صريح في أن الله قد خلق أفعال العباد النقطة الثانية من مذهب أهل السنة الجماعة يرون أن مشيئة العبد واختياره إنما هي قدرة الله تبارك وتعالى الله يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وأنه فاعل حقيقة وذلك كله إنما هو وفق خلق الله عز وجل الله خالق لذلك كله كما هو خالق لكل شيء بمعنى أن الله قد خلق العبد وخلق أفعاله كما سبق وأيضا هنا خلق كذلك مشيئة العبد مشيئة العباد واختيارهم إنما هي بخلق الله تبارك وتعالى وقد أكد الحق تبارك وتعالى أن للعباد مشيئة وأن لهم اختيار فليس العبد مجبرة قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يريد فإرادة حقيقية مكتملة ليس فيها شيئا منقوصا وقال عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا أليس هناك كافر هناك مؤمن وأليس هناك نفاق أليس هناك من يعبدنا غير الله هذه بمشيئتهم وعلى هذه المشيئة يعاقب العباد على ما يفعلون ويقول تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أكد على أن العباد لهم مشيئة لكن هذه المشيئة إنما هي لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى أيضا لهذه المشيئة أحبة نقف على فعل العبد وبيان فعل العبد إذن حتى لا يظن ظن أن العبد ما دام قد خلق وأن مشيئته قد خلقت لله وأن العباد لا يخرجون عن مشيئة الله فما هو دور العبد إذن وكيف يعاقب العبد على شيء إنما هو من مشيئة الله نقول لهم معشر الناس معشر من التبس في أذهانهم شيء اعلموا أن فعل العباد إنما هو وجهان وجه هو قائم بالرب تبارك وتعالى وهو قضاؤه وقدره يعني الفعل الصادر من العباد سبق في علم الله أزلا وقد كتبه الله تبارك وتعالى وهو تحت مشيئة الله سبق أزلا أن العباد لهم أفعال سيؤدونها وقد قضى الله عز وجل وقدر هذه الأعمال وعالم بها أذلا ومشيئته نافذة وهو موجد لها هذا جانب فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى الجانب الثاني ما يتعلق بحق العبد قائم بالعبد وهو الكسب فالعبد هو الذي يكتسب فعله ويفعل باختياره لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أيضا الله تبارك وتعالى يؤكد في هذه الآية على أن اكتساب العباد إنما هو بإرادتهم حتى لا يقول قائل إن العبد هنا مجبر فكيف تقولون إنه له الإرادة وأن هذا الأمر إنما هو التناقض منكم نقول لهم لا إن العبد له قدرة على الاتساب وعلى هذه القدرة يعاقب ويحاسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما الفرق بين إرادة الله وبين محبته ورضاه الله تبارك وتعالى يريد ويحب ويريد لعباده الخير ويرضى عنهم فما الفرق بين هذه الأشياء لقد قسم العلماء الإرادة الإلهية إلى قسمين إرادة كونية وهذه الإرادة إنما هي تعني المشيئة أراد الله أي شاء وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد أي ما يشاء ويقول تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون هنا نوح عليه السلام يؤكد على أن العبادة يا قومي إنما تفعلونه إن أراد الله عز وجل لكم به الشيء فعل إن كان الله يريد أن يغويكم لو أراد الله أن يغويكم لأغواكم لكنه أعطاكم الحرية في اختياركم الإيمان كذلك الإرادة الشرعية وهي القسم الثاني من أقسام الإرادة والإرادة الشرعية تعني المحبة ومن ذلك يقول تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هذه إرادة الله إرادة الله أن يتوب على عباده أن يحبهم وإرادة العباد أنهم يسيرون وفق أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم وهناك فرق بين الإرادتين أما الفروق بين الإرادتين فقد ذكر أهل العلم فوارق بين الإرادتين من حيث الموجب ومن حيث المتعلق أما من حيث الموجب فإرادة الله تبارك وتعالى الإرادة الكونية تتعلق بما وقع سواء أحبه أو كرهه والإرادة الشرعية تتعلق بما أحبه الله تبارك وتعالى سواء أوقع أو لم يقع وفي موجبهما أي موجب الإرادتين الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد كما قلنا إن الإرادة المتعلقة قد يقع الشيء هو الإرادة الشرعية تتعلق بما أحب وسواء وقع أو لم يقع أما موجب هاتين الإرادتين فإن الإرادة الكونية تتعلق بما وقع بما وقع فقط وأما الإرادة الشرعية فإنها تتعين فيما وقع أو فيما لم يقع وهكذا نعلم أن الفرق واضح بين الإرادتين جميعا